أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تايدروس أدهانوم الأربعاء أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعتبر مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا الجديد جائحة أي وباء عالمي لكن الجائحة لفظ في طفاظ ولا يعني بالضرورة أنها سوف تقتل عدد كبير من البشر جائحة عالمية هكذا وصفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد وقال مدير عامي منظمة الصحة العالمية أنه في الأسبوعين الماضيين ازداد عدد الحالات خارج الصين 13 ضعفا كما تضاعف عدد البلدان المتضررة 3 مرات وفي الصين أعلنت اللجنة الصحية الصينية انخفاض عدد الإصابات في بلد أصيب فيه أكثر من 80750 شخصا بالفايروس حيث انخفض عدد الإصابات اليومية الجديد بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة في الصين وذكرت مقاطعة هوبيا الصينية بأنه تم البدء في رفع القيود على الانتاج وتخفيف القيود على السفر لبعض المناطق إيطاليا مصدر قلق يوروبا أعلن رئيس وزرائها إغلاق كل المتاجر في سير أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات وذلك في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص توفي منهم أكثر من 827 شخصا وفي إسبانيا أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية إيري مونتيرو بفايروس كورونا فيما تم إخضاع نائب رئيس الوزراء للحجر الصحي وأصدرت الحكومة الإسبانية اليوم قرارا بإخضاع كل الوزراء إلى اختبار الفايروس كما طالب نادي ريال مدريد من لعب كرة القدم والسلة عزل أنفسهم بالمنازل وذلك بعد إصابة أحد لعب كرة السلة بالفايروس وفي ألمانيا وصل عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا إلى 1567 حالة فيما توفي ثلاثة أشخاص في حين شفية من الوباء 25 حالة فرنسا أعلنت عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة في البلاد بسبب فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 48 حالة وعدد المصابين بكورونا وصل إلى 2281 شخصا السلطات التايلندية أعلنت تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 70 حالة وللحديث أكثر نضم معنا في الاستشارة للمخ والأعصاب الدكتور هاني العبدلي أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة وأبدأ معك دكتور هاني دكتور هاني بداية جائحة عالمية هكذا وصفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا الوباء بأنه انتشار مرض بشكل سريع في مكان محدد أما الوباء العالمي الجائحة هو فهو انتشار الوباء بشكل سريع حول العالم هذا كان مفهوم الجائحة على ما اعتقد في منظمة الصحة العالمية ما الإجراءات التي ستقوم بها المنظمة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الزمل من ناحية التخصص واحترام للتخصص تحدثوا عن المرض لن نتحدث عن المرض ولكن تحدث بشكل عام عن الإجراءات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية والتي فرضتها حتى لا نستبعد الإجراءات ننظر إلى ما قامت به المملكة العربية السعودية الفترة هذه من إجراءات السفر داخل المملكة العربية السعودية أو الخروج إلى خارج المملكة العربية السعودية قد تكون هذه الإجراءات بالإضافة إلى الإجراءات الداخلية من تجنب التجمعات الغير ضرورية اختصارها في الأشياء الرئيسية الإجراءات المتبعة في المستشفيات والأشياء الوقائية بالإضافة إلى الأشياء التوعوية هي أفضل الإجراءات التي تمت حتى الآن وهذه كفيلة بإذن الله بأنها تكون سبب في انحسار ما سميها حاليا جائحة إلى وباء وبالتالي إلى أقل من ذلك تعتبر الفترة هذه الأيام التي نحن فيها الآن هي أكثر الأيام حرصا من منظمة الصحة العالمية ومن الدول بعد انتشاره في أكثر الدول أن تكون الإجراءات الوقائية هي الأهم قبل كل شيء يعني كأني أفهم كلامك دكتور أنه لم يصل إلى الآن إلى أزمة عالمية كون منظمة الصحة أعلنت أنها جائحة معنات أنه على مستوى العالم ولكن أنا يهمني الإجراءات التي وجرت في المملكة العربية السعودية وأن الحالات لا زالت يعني بعدد يعتبر قليل جدا على مستوى جغرافية المملكة العربية السعودية على مستوى أكثر من 35 إلى 40 مليون نسمة موجودة بالسعودية لما تتحدث عن 24 إصابة هذه تعتبر ولا شيء فيما يقابلها مثلا لما تحدث عن بعض دول الخليج التي فيها أضعاف الرقم هذا 7 أو 8 مرات مقارنة بجغرافيتها أو عدد سكانها مقارنة بدول كبرى مقارنة بدول أوروبية عظمى مقارنة بدول متقدمة 24 إصابة هذه لا تعتبر حاجة بالإضافة إلى أنه أنا على يقين تام أن 24 إصابة هذه ستنحصر خلال الأيام القادمة خصوصا بعد إعلان وزارة الصحة يوم أمس بشكل رسمي شفاء إحدى الإصابات نعم أنت تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة وأيضا منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وشكرت أيضا منظمة المملكة العربية السعودية المملكة تعاملت بجدية مع هذا الفايروس فايروس كورونا وأخذت الإجراءات الوقائية وعلقت السفر من وإلى 33 دولة دكتور طيب تعليقا على كلامك يجب أصلا على منظمة الصحة العالمية أن تشيد بالإجراءات التي قامت فيها المملكة العربية السعودية وتشكرها عليها لأنه فعلا 24 حالة لا تعتبر عدد مخيف أو عدد يدعو إلى القلق أو يدعو إلى الهلع أو خلينا نقول بشكل خاص الإرجاف وتهويل الموضوع بشكل كبير أنا لازلت مع اختيار أنه فعلا جائحة وأنه يجب الحذر من الموضوع وإتباع الإجراءات الوقائية ولكن ليس في طريق هلع الناس وإخافة الناس بشكل كبير الأشياء الغير ضرورية يجب تأجيلها نعم أنت تحدثت عن إخافة الناس والإشاعات التي تطرق خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي الوضوح والشفافية والتوعية تعتبر من أهم الركائز ووزارة الصحة كيف رأيت تعاملت مع هذا الوضوح والشفافية وتوعية؟ الجزء الأول بالنسبة للخوف والهلع أنا كان لي تغريدة قبل يومين وذكرت أنه الأشخاص اللي يعملون على الإخافة والهلع ونشر الشائعات هذولهم من بحاجة إلى حجر وليس فقط المصابين لأن ضررهم على المجتمع أكثر من ضرر المصاب بفيروس كورونا هذا رقم واحد بالنسبة للوزارة الصحة البيانات والإجراءات الواضحة بشكل يومي وأحيانا يصدر بيانين إلى ثلاث بيانات ووجود متحدث الذي هو وزير الصحة معالي الدكتور توفيق الربيع بشكل واضح كل الإجراءات التي تتم حاليا لحسر الأعداد من المصابين بالفيروس نعم آخر سؤال دكتور رغم تعريف المنظمة الجائحة بأنها الانتشار العالمي لمرض جديد وانتحدثت دكتور لكن لا يوجد تعريف صارم لمدى الخطور التي يجب أن يكون عليها المرض ممتح لو سألتني عن السؤال هذا قبل يومين كانت إجابتي أنه فعلا المرض خطير إلى الدرجة كبيرة جدا ولكن الخبر وزارة الصحة يوم أمس عن شفاء إحدى الحالات وعدة أخبار من دول أخرى بأنه بدأت الحالات الحمد لله بالشفاء هذه تجعل الشخص يرتاح نوعا ما من أن المرض ليس بهذه الخطورة المهولة كان معنا في الأستوديو استشتري المخ والأعصاب الدكتور هاني العبدلي شكرا جزيلا دكتور على التوضيح وعلى هذا التفصيل وهذه المعلومات أيضا